أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الترحيب بضخء أي استثمارات جديدة والعمل على تزليل أي تعقبات وإزالة التحديات ما يصهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة جاء ذلك خلال اكتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابدة وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وإمكانات توسعها من جانبي أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المشروع الخاص بتصنيع الـ MDF أخشاب في المصنع والذي سيتم الافتتاح التجريبي له قريبا باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار